السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الخامس درسنا لهذا اليوم الدرس السادس عشر من كتاب التربية الإسلامية بعنوان صلاة الترويح النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج أمره الله سبحانه وتعالى بخمس صلوات في اليوم والليلة وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائها وقال أن هذه الصلوات هي فرض من الله سبحانه وتعالى ويجب علينا أن نحافظ عليها الآن في أمور أخرى زيدت على الصلاة وجعلت سنة نبوية منها صلاة السنن مثلا بعد الصلاة مثلا صلاة الظهر عندي سنة قبلية وبعدية الآن درسنا اليوم عن أحد الأمور التي هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلم أن يحافظ عليها وهي صلاة الترويح صلاة الترويح تصلى في شهر رمضان المبارك متى تصلى هذه الصلاة؟ متى يؤديها المسلمون؟ بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء يقوم المسلم لصلاة الترويح ويصلي عدد ركعات معينة صلاة الترويح هي ثماني ركعات ويجوز أن يصليها المسلم أكثر من ذلك حسب طبعا استطاعته وقدرته صلاة الترويح هي صلاة ليلية تصلى مثنى مثنى ماذا نعني بكلمة مثنى مثنى؟ يعني تصلى ركعتين ركعتين إذن تصلى ركعتين ركعتين الآن السؤال لماذا سميت صلاة الترويح بهذا الاسم؟ ثميت صلاة الترويح بهذا الاسم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلا بعد أن يسلموا ثم يستأنفوا صلاتهم يعني يكملوا صلاتهم وصلاة الترويح يؤديها المسلمون تطوعا في ليالي شهر رمضان المبارك بعد أداء فرض صلاة العشاء إذن وقت صلاة الترويح هو بعد صلاة العشاء بعد أداء فرض صلاة العشاء لماذا يصليها المسلم؟ تقربا إلى الله تعالى وطلبا للأجر والثواب إذن تقربا لله تعالى وطلبا للأجر والثواب الآن هل فرض الله تعالى علينا صلاة الترويح؟ لا إنها ليست من الصلوات الخمس المفروضة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ورغب فيها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن هذا الحديث النبوي الشريف دليل على فضل قيام رمضان وأنه من أسباب مغفرة الذنوب ومن صلى الترويح كما ينبغي فقد قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا أي أنه حال قيامه مؤمنا بالله تعالى ومصدقا بوعده وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله تعالى واحتسابا أي محتسبا الثواب عند الله تعالى فعلى المسلم أن يحرص على صلاة الترويح وأن يقوم بأدائها في رمضان بكل الأيام لأن لها أجر وفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى الآن صلاة الترويح كما ذكرت سابقا تصلى ثماني ركعات ويجوز أن يصليها المسلم أكثر من ذلك حسب استطاعته وقدرته فتصلى صلاة الترويح ركعتين ركعتين يقرأ الإمام أو الشخص فيهما بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم بصفحة 68 أصنف العبارات الآتية حسب الصلاة التي تتعلق بها هذا واجب إذن نحرص في حياتنا على أن نلتزم بأداء صلاة الترويح لما لها من أجر وفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى ولا نزعج المصلين في المسجد ننتقل إلى أختبر معلوماتي بصفحة 69 السؤال الأول أكمل الفراغات الآتية بما هو مناسب ألف يؤدي المسلمون صلاة الترويح في ليالي شهر رمضان المبارك با حكم صلاة الترويح سنة إذن حكم صلاة الترويح سنة السؤال الثاني أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة واحد صلاة القيامي هذه الصلاة هي صلاة العشاء أم صلاة الترويح أم صلاة الجمعة أحسنتم با صلاة الترويح ثانيا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الترويح ألف ثماني ركعات با عشرين ركعة جيم جميع ما ذكر صحيح يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الترويح ثماني ركعات ويجوز أن يصليها المسلم أكثر من ذلك حسب استطاعته وقدرته إذن ألف وبا صحيحة والإجابة الصحيحة هي جيم جميع ما ذكر صحيح يجوز أن يصليها ثماني ركعات أو عشرين ركعات السؤال الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أصف كيفية أداء صلاة الترويح كما وردت في الحديث النبوي الشريف كيفية أكبر ثم أكبر ثم أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ثم أركع وأسجد وأقوم إلى الركعة الثانية وأفعل بها كما فعلت بالركعة الأولى ثم أسلم وأكمل الركعات كما فعلت سابقاً السؤال الرابع على السبب تسميت صلاة الترويح بهذا الإسم سميت صلاة الترويح بهذا الإسم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أطالوا في الصلاة استراحوا قليلاً بعد أن يسلموا ثم يستأنفوا صلاتهم أي يكملوا صلاتهم طلاب الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس أرجو كتابة إجابات أختبر معلوماتي وإرسال الواجب وشكراً جزيلاً لكم